موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية دخلت مصر رسميا عصر السيسي الذي أنهى خدماته كقائد عام للقوات المسلحة وأعلن اعتزامه الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لكن تنظيم الإخوان المحظور توعده بعدم الاستقرار وأعلن أنه لا يكون هناك أمن في ظل رئاسة السيسي في لبنان ومع دخول مهلة شهري الانتخاب فإن لا سيسي واضحا بعد في وقت يغرق البلد في تفاصيل أمنية واجتماعية أكثر اهتماما لدى الشارع وفي مقدمها أمن طرابلس وفلقة المعلم في مدرسة الزهراني وسط رأي عام لم يكن مقصوما على الإطلاق يشد أزرى المقاصد يوافق على إجراءات وزير التربية ويصوت شعبيا على معاقبته وتجريده من حقوقه التربوية وتقديمه نموذجا لكل معلم تخرج من أسرة داعش وإذا كان الأهل قد خافوا وردخوا ووفروا حماية لأستاذ الضرب فأنه بذلك يقدمون صورة مصغرة عن مجتمع موجود يتنازل ويقيم التسويات ويغطي على المرتكبين إن لم يكن منهم يشتم المرشح ثلاث سنوات ويصوت له في الرابعة تسلب ديمقراطيته في التمديد فلا يقوى على الاعتراض سبيلا إلى ثورة على تقم يخطف السلطة وحالات الخطف لا تقف عند الحريات بل تتعدها إلى الأمن الغارب وتلك ترابلس تدخل بالقتل المشهود في حلقة عنف جديدة لا وازع لها ولا سلطة تقدر على لجمها أبناء جبل محسن يقتلون على الشبهة وتداس رؤوسهم على أعين الناس وأطفال بيب التبين يسقطون بالقنص والمديون في ترابلس بات رهائن والمرارة أيضا عربية متعامة سوريا تخرج القمة ببيان ختمي بالدعوة إلى حل سياسي للنزاع السوري فنجد أن التطبيق العملية في مكان آخر فأي بنود قمة ستنفذ إذا كان ولي عهد السعودية الأمير سلمان بن عبد العزيز قد أوصى بتغيير الميزان السوري لصالح المعارضة وكلامه هذا مدعاة لاستمرار القتال بين السوريين بما لها من تبعات تدميرية وتهجيرية ودموية وهو بدوره يقول اقتلوا اقتلوا حتى تحسن المعارضة موقعها فهل يكون الشعب السوري عندئذ ضحية حزب الله وإيران أم يكون ضحية ثمانين دولة تستمر في الحرب ومن بينهم سعوديون على أرض المعركة كلا مسلمان أقوى من أي بيان لجامعة عربية تعاني الغيبوبة عن قضايا العرب وما دامت السعودية هي اللاعب الأبرز على المسرح السوري فأن هذه الدعوة تعيد بحرب استنزاف طويلة إذن أعلن المشير عبد الفتاح السيسي رسميا أنه يعتزم الترشح لرئاسة الجمهورية مؤكدا أنه قرر الاستقال من الجيش ومن منصبه كوزير للدفاع وفي كلمة مسجلة له عبر تلفزيون مصري باللهجة العامية المصرية قال إنه لبس الزي العسكري طوال خمسة وأربعين سنة دفاعا عن الوطن وإنه يترك هذا الزي اليوم للدفاع عن الوطن أيضا وأضاف إنه يعتبر نفسه جنديا مكلفا بخدمة الوطن في أي موقع تأمر به جماهير الشعب أنا لن يكون لدي حملة انتخابية بالصورة التقليدية لكن بالتأكيد وده من حقكم أن تعرفوا شكل المستقبل كما أتصوره شكل المستقبل زي ما أنا شايفه وده حيكون من خلال برنامج انتخابي ورؤية واضحة تسعى وتهدف لقيام دولة مصرية ديمقراطية حديثة الرؤية والبرنامج حيتم طرحهم بمجرد بمجرد سماح اللجنة العلية للانتخابات بذلك لكن اسمحوا ليه إن ده يتم بدون إصراف ويتم بدون إنفاق بدون إصراف الإنفاق وبدون إصراف الممارسات أنا شايف إن ده مش ملائم لظروف الحالي نحن مهددون من الإرهابيين من قبل أطراف تسعى لتدمير حياتنا تدمير سلامنا تدمير أمننا صحيح النهاردة آخر يوم ليه بزير العسكري لكنني سأظل أحارب كل يوم من أجل مصر الخالية من الخوف من أجل مصر الخالية من الفزع والإرهاب مش مصر بس بل المنطقة المنطقة بأكملها إن شاء الله أنا قلت قبل كده وبقرارها نموت أحسن ولا يروع المصريين في قصر بعبدة بحث المجلس الأعلى للدفاع الأوضاع الأمنية العامة في البلاد واطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق عقد المجلس الأعلى للدفاع مساء في قصر بعبدة اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية العماد مشال سليمان وقد عرض كل من وزيري الدفاع والداخلية للخطة المقترحة لمعالجة الوضع الأمني في طرابلس والبقاع الشمالي على أن يرفع توصية إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول وبعد عرض من كل من وزيري الدفاع والداخلية والبلديات للخطة المقترحة للمعالجة الوضع الأمني في مدينة طرابلس والبقاع الشمالي تداول المجلس الوسائل اللازمة والحاجات لتنفيذ هذه الخطة الشاملة على كل الصعود السياسية والقضائية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ضمنها واتخذ اتجاهها الغرارات اللازمة وفق صلاحياته والقوصية التي سيرفعها غدا إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول وكان الرئيس الجمهورية العائد من القمة العربية في الكويت قد اطلع من قائد الجيش العماد جونقهوجي على الخطوات والتدابير المتخذة لضبط الأوضاع الأمنية خصوصا في طرابلس والمناطق البقاعية الحدودية كما استقبل سليمان بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة الماركسية البابا توادرس الثاني حيث تم البحث للأوضاع في مصر والعالم العربي وضرورة تغليب منطق الاعتدال والحوار في مواجهة منطق التكفير والإرهاب أفد مراسلنا في طرابلس قبل قليل عن استشهاد المؤهل في الجيش اللبناني فادي لجبيلي إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل ملثمين كان على دراجة نارية في محلة البولفار باتجاه البحصاص عند السادسة صباحا مقتل طفل في التبيني وموظف بلدي من جبل محسن أمام مسجد التقوى والقاضي سقر سقر يبضي مطالعته في تفجير مسجدي التقوى والسلام أطلق مسلحون مجهولون في طرابلس النار على الموظف بلدي طرابلس التابع لوزارة الداخلية حسن مظلوم وهو من أبناء جبل محسن أمام مسجد التقوى ففقد السيطر على سيارته واشتاح بسطة للخضر كانت متوقفة في المكان ما أدى إلى مقتله وإلى دهس امرأة تدعى وداد ناصر عبد الله وإصابة شخصين بجروح وأظهرت إحدى الصور التنكيل بجثة مظلوم وقد وطأ المسلحون وجهه وهو ملقا في الأرض وعلى الأثر تجدد الأعمال القنص وإطلاق النار المتبادل على محاور عدة ما أدى إلى أغفال الطريق الدولي بين طرابلس والمينية ومع تزايد إطلاق النار قتل الطفل أحمد خالد السيد البالغ من العمر 11 عاما إثرى سقوط قضيفة قرب جامع خليل الرحمن في باب التبيني كما أصيب آخرون بجروح وفي قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس الصيف الماضي أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر مطلعته في الأساس وطلب اتهام عشرة أشخاص بجرم تنفيذ أعمال إرهابية والتدخل في الجرم والقتل والتحريض والتغريب ومن بين المدانين ثلاثة سوريين بينهم الضابط في الجيش السوري محمد علي وعلي خضر وركان اسماعيل إضافة للعراقيين ملقب بأبو خالد بجرم الإرهاب والتفجير والقتل ومحاولة القتل وطلب سقر اتهام ستة أشخاص بجرم القيام بأعمال إرهابية والتدخل في الجرم كما طلب إدانة أربعة أشخاص بينهم النائب السابق علي عيد بجرمة تهريب مطلوبين من العدالة وطلب كذلك إدانة الشيخ هاشم منقارة بجرم كتمه معلومات لعلمه بموضوع تفجير المسجدين وبذلك يكون عدد الذين شملتهم المطالع أحدا وعشرين شخصا بينهم ستة موقفين وجهيا وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غايدة لإصدار القرار الاتهامي تمسكت هيئة التنسيق النقابية بإقرار زيادة غلاء المعيشة بنسبة مئة وعشرين بالمئة لجميع القطاعات الوظيفية والتعليمية أسوة بما أقر للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية على أن تشمل زيادة المتعقدين والمتقاعدين والأجراء والميومين على السواء وطالبت خلال اجتماعها في مقر نقابة المعلمين في لبنان أعضاء اللجان النيابية المشتركة إنهاء دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب وإحالتها إلى رئاسة المجلس النيابي لإدراجها على جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي وإقرارها بصغتها النهائية واعتبرت الهيئة أن أي تأخير أو مماطلة في إنهاء دراسة السلسلة في جلسة اللجان النيابية المشتركة هو بمثابة عرقلة متعمدة في وجه جميع أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص وجميع موظفي الدولة بأسلاكها الإدارية والأمنية والعسكرية وحذرت الهيئة من أنها ستعود إلى التحرك التصعدي في حال عرقلة إقرار السلسلة أهالي ضيعة العرب يستنكرون قرار طرد مدير مدرسة المقاصد بعدما أقدم على ضرب خمسة طلاب هكذا استقبل طلاب المقاصد الخيرية في ضيعة العرب في الزهران موسى ظاهر مدير المدرسة الذي أوسع خمسة تلامذة ضربا بالعصى على أرجلهم الفيديو الذي يظهر فيه ثلاثة من الطلاب الخمسة أثار موجة غضب واستنكار عارمة لم تغمر ضيعة العرب كما كان مرجحا هناك كانت موجة تضامن مع ظاهر واستنكار لقرار صرفه نحن نفكرين أنه جايين نشوف أنه في صخت كبير إنما لا بشهيمتهم هالعائل الكريمي هون بشهيمتهم هني غفرولوا للأستاذ بل طالبوا أنه ما ياخد إجراء ويبقى للأسف فقد صوابوا بهذه اللحظة اللي هي إبليس دخل شيطانية مدير جمعية المقاصد وبعد اجتماع موسع في المدرسة التي علقت دروسها اعتذر نيابة عن الجمعية عما جرى وبدأ أن ظاهر يستحق أن يستفيد من أسباب تخفيفية إذ إنه ضرب الطلاب حرصا على مصلحتهم كما يقول هو ما مورس أي عمل خارج إطار المألوف كل ما في الأمر أنه أنا عقبته لها تلميذ كل تلميذ أكل ثلاثة أطبان وكان حتى إذا بتلاحظوا أنه طريقة الضرب اللي كان عمين ضرب فيها التلميذ أنه أنا أثرت أنه ينضرب هو على إجراءة أفضل من إذا حتى ما أنه يتأذى أو يصير فيه لا سمح الله أي أذى بهذا الموضوع وأنا على استعداد أنا على استعداد إذا كان فيه أي درر جسدي من وراء العمل اللي أنا عمت فيه أنا مستعد أن ينعرضوا الطلاب على أي طبيب وأنا مستعد أن تحمل كامل المسؤولية القانونية بهذا الخصوص في وزارة التربية في بيروت بدأ الأهالي أيضا متسامحين مع أن حديث الطالب فواز يشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ورفاقه للضرب ولو من دون عصى يضربنا كثير بالإدارة أول مرة بيدربكم بالمصطرة أول مرة بيدربكم أول مرة يضربكم قبل مثلا بإيده أول مرة يضربنا بالعصاية كان يضربكم يعني بس بغير طريقه هو غلط نحن ما عم نمكر هذا الحقيق والعقوبة لا تأخذها الجمعية حسب إجراءاتها وحسب هذا بس تريكم كمان حرام هذا إنسان يعني إليه 30 سنة أنه نجي من أعدمه هكذا لكن وزير التربية ليسبو صعب كان متمسكا بقراره فالضرب والعنف ممنوعان تماما والوزارة ستعمل والمدارس لوضع حد لهذه الظاهرة التي لا تنحصر في مدرسة واحدة وفقا لقرارات وزارية ستعمم على المدارس الرسمية والخاصة أنا ما بقبل أنه حضرة المدير اللي عملها الخطيئة إن كان عن سوء نية ولا مش عن سوء نية أنه يضل بموقعه لأنه منكون عم نعطي رسالة خاطئة للآخرين المدير بده ياخد عقوبته القصوى الموضوع هيدا فتح لنا ثغرة لنحكي منا لنحكي مع كل المدارس اللي موجودة باللبنان وأنا عم لكم فيه شكاوى أخرى ويجت على الوزارة المؤتمر الصحفي كان مناسبة استذكر فيها الوزير مشكلات أخرى طارئة تتعلق بقطاع التعليم منها مدرسة أغلقت في البقاع بعدما اتخذها النازحون مسكنا وأخرى في طرابلس حيث فرض قائداء محاور على إدارة مدرسة إقالة أحد أساتذتها أنا عم لكم فتنة على شريعة الغاب لما يجي شخص مسلح مع مجموعة يقل له لوزارة التربية هذا الاستاذ ما بيعرف يعلمنا أولادنا معكم كم ساعة بتشلوها لما نتصرف على طريقتنا والدولة عم تتفرج هذا أمر خطير جدا 01-772-101 خط ساخن بات مفتوحا لأي طالب يتعرض للعنف لكن على ما يبدو فإن هذا الخط قد يحتاج إليه الطلاب في المنزل قبل المدرسة لكون العنف ما عاد تربويا فحسب بل تبدأ رحلته من التنشئة الأسرية داخل بيوت توافق على هذا النهش رونا حلبي قناة الجديد أكد البيان الختمي للقمة العربية الخامسة والعشرين التضامن مع لبنان ومقاومته وخصوصا ضد الاحتلال الإسرائيلي في عدوان تموز عام 2006 داعيا إلى إدانة الإرهاب بأنواعه كلها ومحاربته استغنت القمة العربية الخامسة والعشرون عن جلستها الختمية المغلقة التقليدية فاقتصر الاختتام على تلاوة علنية لإعلان الكويت والذي تطرق إلى القضايا العربية كافة من دون أن يحمل مفاجآت إعلان لم يخرج عن المألوف لكنه استفاد في الشأنين الفلسطيني والسوري نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السوري ونعرب عن تأكيدنا التام لمطالبه المشروعة في حقه في الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وإقامة نظام دولة تتمتع فيه جميع المواطنين السوريين بالحق في المشاركة في جميع مؤسساته دون أقصاء أو تمييز بسبب العرق أو الدين أو الطائفة كما نؤكد على دعمنا الثابت للإتلاف الوطني لقوة ثورة والمعارضة السورية بوصفه يمثل شرعيا للشعب الفلسطيني نطالب النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدماء وإزهاق الأرواح وندين بأقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام السوري ضد الشعب الآزل نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط ونعبر عن رفضنا المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس اللافت في أعلان الكويت كان توجيه التحية إلى لبنان جيشاً وشعباً ومقاومةً نشيد بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ونؤكد على ضرورة تعزيز قدرتهما والتمكينهما من القيام بمهامهم الوطنية بمهامهم الوطنية ونوجه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص أدوان يوليو تموز عام 2006 وبعد الجلسة الختمية عقد وزير خارجية الدولة المضيفة والأمين العام لجامعة الدول العربية مؤتمراً صحفياً عددا فيه الخلاصات الأساسية لقمة الكويت هناك قضايا وأولويات ملحة تواجه عالمنا العربي وأبرزها العزمة السورية والكارثة الإنسانية التي تواجه أشقائنا السوريين جراء استمرار عمليات القتل والتهجير التي يتعرض لها الشعب السوري شقيق للسنة الرابعة على التوالي والتي طالت مظاهر الحياة جميعها وانتقلت تأثيراتها إلى خارج الحدود السورية وباتت تهدد الأمن والاستقرار في العالم العربي أجمع وأصبح الجميع يدرك خطورة هذه الأزمة وكانت مصر قد تسلمت من الكويت رئاسة الدورة السادسة والعشرين للقمة العربية من قصر بيان كريستين حبيب قناة الجديد وزير الخارجية والمغتربين جبران بسيل يلتقي نظيره البحراني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة ونائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف على هامشي قمة الكويت رأس وزير الخارجية والمغتربين جبران بسيل الوفدة اللبنانية في اجتماعات اليوم الثاني للقمة العربية الخامسة والعشرين في قصر بيان في الكويت فالتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف في إحدى قاعات القصر وجر البحث في المستجدات الإقليمية إضافة إلى الأزمة السورية من الضروري ومن المفيد جدا بأسرع الوقت ممكن نحدد المعود لإجراء الجولة السالسة للمفاوضات الخبار السوري في إيطار جنيف الاثنين وإن شاء الله دكتور اللهدر إبراهيم يستمر في مهمته على أساس التكليفه من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي لأن الهدف بقي كما هو تطبيق بيانة الختامة في جنيف الاثنين وكان باسيل قد التقى نظيره البحراني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفي على هامش القمة وتناول الحديث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك المطروحة على جدول أعمال القمة حكينا في الأرهاب طبعا مين ما بيحكي في الأرهاب على أيام خصوصا هم يتعانوا أنتم طبعا نعاني وفي تحديات تواجئة أخي معالي الوزير عن الضغط الذي يتعرض لبنان من توافد الأشقاء السوريين بأرقام كبيرة جدا لا يتحملها البلد وهذه طبعا سمعنا أمس في الخطاب الرسمي لبنان وهذا يهمنا جدا كمجموعة دول عربية وثقوا أن العرب كلهم في هذا الموضوع سيقفون هل البحرين مستعدة إلى استضافة أو استعاب عدد منها لأنه لبنان طارح الموضوع والله يا أخي لم يطرح هذا الموضوع من قبل علينا ولم نناقشه حقيقة لكن لكل بلد ظروف فحقية واختم وزير الخارجية والمغتربين لقاءاته بعقد اجتماع مع الوفد الفلسطيني وبحث معه في قضية اللاجئين الفلسطينيين مئة الصحفيين تابعوا أعمال القمة العربية تقرير من الكويت للزميلة كريستين حبيب ربما أكثر ما يختلف فيه الإعلاميون العرب عن السياسيين العرب هو أنهم أولا يتعبون أكثر منهم وثانيا يرون الأمور بواقعية أكبر نتائج محدودة والتوقعات كانت كذلك محدودة في قمة تخرج من الأزمات المعقدة حاليا لكن التوقعات كانت ضعيفة وبالفعل حتى الآن لا يوجد لا يوجد ما يعطي أمال كبيرة فيها كل قمة لا ترقى إلى مستوى الشعوب هي قمة لا يعول عليها كل هذه الشعارات طالما أنها لا تلامس الواقع وتبقى ضمن جدران معينة هي لا يعول عليها ولا يبنى عليها للمستوى القمة العربية تستقطب سنويا مئات السحفيين ليس من المحيط إلى الخليج فحسب بل من الشرق الأقصى إلى الشرق الأدنى كذلك أما الإعلاميون العرب الآتي بعضهم من دول لم يزهر ربيعها وبعضهم الآخر من دول خريفها متواصل فهم يتحدثون لغة الشارع لغة الواقع لا لغة القاعة المغلقة ربما إذا نظرت إلى الشارع إلى الرأي العام العربي هذا يعني رأيه أن القمم العربية كلام في كلام وكلام الليل يمحوه النهار بس يعني ما نعيشه اليوم من تطورات بعد الربيع العربي أصبح اليوم يفرد علينا يعني كمجتمع عربي كقادة عرب كدول عربية أن لا يبقى كلامنا يعني حبرا على ورق كعرب ما عادش في وقت قدامنا لابد أن الوقت النفذ لما يصبو إليه القادة ولم يصبو إليه الشعوب ما عادش في وقت الخلافات لأن العالم العرب كل وقت يصبحنا في خطر إذا ما انتبهناش وأخذنا قرارات جزرية وحاسمة ونوفع رجلنا ونتناسل خلافات ونبص للتنمية فليس يكون في عرب ولا يكون لنا وجود يعني حقيقة الآن السمار التي ظهرت في كواليس القمة لا تعبر عن الحالة والوضع العربي كنا نتوقع أن تكون هناك غرارات جريئة وتعبر عن الواقع العربي والشعوب العربية في وحدتها في تنميتها في اقتصادها لأن العالم العربي بأجمل مستهدف يودع الإعلاميون قمة الكويت ليلتقوا مجدداً بعد سنة من الآن في قمة مصر حاملين معهم مرة أخرى عدتهم وأوراقهم والأقلام وأملاً ببعض التغيير يبثونه إلى قرائهم ومشاهديهم كل قرار يسكن بالحبر ولا ينفذ لا يعول عليه اقتضى الاقتباس من الشاعر ابن عربي للتعليق على البيان العربي أما غداً فتنتقل الدفة من الكويت إلى القاهرة حيث الدماء سبقت الحبرة بأشواط فهل يأتي اليوم الذي تأخذ فيه بيانات الدول العربية دماء شعوبها بالاعتبار فعلاً لا قولاً من الكويت كريستين حبيب قناة الجديد مشاهدات من القمة جذبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن كان البيان الختمي للقمة العربية المنعقدة في الكويت متوقعاً فإن ما جعل لها نكهة هي التصرفات غير المتوقعة لبعض الحضور والتي شغلت العالم الافتراضي وأبرزها كان بقاء المقعد السوري الوحيد الفارغ ووضع مقابله العلم السوري النظامي لا علم الثورة الأمير الشاب تميم بن حمد آل ثاني وفي أول مشاركة له في القمة العربية أقام الدنيا ولم يقعدها في مصر بعد استياء المصريين من أسلوب جلسته أثناء إلقاء الرئيس المصري عدل منصور كلمته إذ وضع ركبته على الأخرى مع تباروه حركة غير لائقة ومهينة لهم فيما رأى فيها البعض الآخر جلسة شبابية رفع ركبته بمعنى صحي فندم أهو عامر كده فندم أخطأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في اسم الرئيس اللبناني فبدله باسم آخر وليس أي اسم بل مصادفة فإنه قال ميشيل عون سليمان شكرا لفكرة للرئيس العماد ميشيل سليمان انسحب الوزير اللبناني علي حسن خليل من القاعة أثناء إلقاء أحمد الجربة كلمته فانهمرت على صفحته على تويتر التويتات المتضامنة أما وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله فبدى متفانيا جدا للقضيتين السورية والفلسطينية في آن كما نؤكد على دعمنا الثابت للاعتلاف الوطني لقوة ثورة والمعارضة السورية بوصفه يمثل شرعيا للشعب الفلسطيني فلنستمع إلى الجملة مجددا لعل فيما سمعناه لغطا كما نؤكد على دعمنا الثابت للاعتلاف الوطني لقوة ثورة والمعارضة السورية بوصفه يمثل شرعيا للشعب الفلسطيني أما الرئيس اليمني فقرر عدم تسجيل أي مشاهدات خلال القمة واستعاد عنها بقيلولة شبان الثورة السورية يعلنون خيبتهم ومرارتهم من هدر دماء شعبهم ودخل الغرباء على خطها سنينا 40 سنة لحط طلعنا بهالثورة آخر شي نكون معا قدر المسؤولي هذا هو الشي اللي حاسينه أنه نحن معنا ما قدرنا نعمل الثورة ونشتغل فيها مثل ما لازم ما قدرنا نسيّره الثورة هي اللي سيّارتنا هي اللي مشتنا نفوسنا الضعيفة هي اللي خلتنا نبعد عن الطريق نطلع على الطرقات شائكة كتير ما رح توصلنا لمحل ونحن هلأ حاليا مثل دعو يدور بدوائر إحباط خيبة أمل مرارة خوف على سوريا وشعبها هذا ما يشعر به من أطلق ما سمي أنا ذاك الثورة السورية هؤلاء الشبان كان طموحهم التغيير ولم يضعوا في الحسبان أن تنزلق تحركاتهم إلى قتال تهدر فيه دماء الشعب السوري على أننا في حرب أو في جهاد أو تسمي اللي بتحبها يعني ما أبعرف بس الثورة وقفت الثورة هي مو بس رصاصة بتنطلق باتجاه النظام الثورة هي كلمة حق بتنكتب بألم صحفي هي سلاح الكاميرا اللي بيشيلوا الإعلام بيروح بيصور الأحداث هاي هي الثورة 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 الطبيب ثورة المحامي ثورة المثقفين ثورة الشعب السائر اللي طلع ليقول يا الله منا غيرك يا الله طلع يقول بلنا أسقاط نظام يعني هاي هي الثورة الثورة صعبة كتير يعني ما هو أنه سهل بس قرار أخذته ما رح تراجع عنه إن شاء الله ما يكون أنه قرار يعني أخسر فيه كتير حتى من حمل السلاح منهم وحاول أن يحقق ثورته على طريقته ووافق على القتال مع الجيش السوري الحر أصابته الخيبة في النهاية حتى وصف ما يحصل داخل الجيش الحر نفسه بالخيانة هؤلاء الشبان كمئات غيرهم حلموا بالتغيير فذهبت أحلامهم أدراج رياح حسابات خارجية دخلت على خطها داعش فأخرجت الثورة عن خطها وينك أنت وقت؟ أنا أمت بالثورة أنا أبن سوريا يعني غايتهم إضافوا الجيش الحر حتى الأسد ينتصر بشعر بالحزن على بلدي ولا على نفسي أنا بالأساس طالع ومطلب هو الحرية بعتقد أنه فيه ثورة جديدة لسا رح تصير بعدها الثورة ثورة ضد الثورة هم لا يزالون يحلمون بالتغيير وينتظرون بفارغ الصبر الخروج من دوامة العنف ليعودوا بثورتهم إلى سكتها الصحيحة أهلا من جديد رشيد لويس لبكي مرشح رئاسي بلوحات دعائية غريبة وبرنامج رئاسي أكثر غرابة وفي الوقت الذين تسألوا فيه عن هويته يستعد لبكي لحزم حقائبه إلى رئاسة الجمهورية تحقيق نوال بري إن كنا نرى مسؤولي دولتنا أنهم ناس من ورق فإن المرشح لرئاسة الجمهورية رشيد لويس لبكي غير وكيف لا وهو الذي سخر ولايته لرئاسة الجمهورية لخدمة الله وهو بإذنه سيتربع على عرش بعبده فابن بعبدات عمل في الخدمة العامة منذ الصغر خرجوا لأعمال جاب البلاد فرأى في الرئاسة طريقا إلى الله عبر خدمة الشعب وتهدي به أخلقيا أنا عندي ثلاث متطالبات أساسية إذا وصلت اللي هني أول شي العمل ما يرضي الله اللي هو منع الزنة أولا التشدد بالأماكن المشبوهة أخلائيا قفالة أو تغييرها لمطاعم تكون محترمة أخفال المار بكازينو لبنان فورا عندك المنع المناجمين والبصارين نايت كلوب بالنسبة لي وباب هودي مش موجودين في ريستورون محترم في حط رأس غناء كل شي بس نايت كلوب هودي أنا هودي برفضه مية بالمية كل إنسان بيزواج أنا بساعده بثلاثة مليون ليرا من الدولة أنت ضد الزواج المدني مية بالمية لأنه الزواج المدني إذا بترجع على الكنيسة أو على الجامح نينتهم بيحرموا هالشي هوني ما فيهم يجيشوا بطريقة علمانية لبنان خلقوا ربنا وذكروا بالكتاب المؤدس 77 مرة وهنا تحذير لذوي الأحاسيس المرهفة واللي بيزني شو بتعمله اللي بيزني عنده طريقتين الأجنبي إن كان رجال أو أمرأة يرحل فورا خارج البلاد واللبناني إذا ما ارتدع في وسائل طبية إبري معينة بتشله على 6-7 تشهر من ارتكاب هالأعمال الثقة التي يتحدث بها عن برنامجه الرئاسي تعطي انتباعا بأنه أكثر من خوش بوش مع النواب والكتل السياسية عندك عليقاتك مع النواب الحمد لله ما بعرف ولا واحد منهم كيف منه أنا مي بالمي ما بعرف ولا واحد وبقاللي كيها علنا بس في شغلي وحدي الاتكال عدمي والضمير في عندك 128 نايم في من يؤروا بيان اللي أنا عامله ومن هونك وراي حتى ترجع قوة ربنا هي تغير كل الأمور لأنه أنا نزولي مش بتكال ع حدا إلا ع قوة ربنا بس وفخامة الرئيس عفوا خادم الأمة يؤكد وصوله إلى بعبدة بإذن الله إن عده البعض غريب الأطوار لدخوله معترك الرئاسة المحتكر من قبل الزعماء فإن ثمت من يرى في ترشحه جرأة لوقوفه في وجه تيار السياسة اللبنانية أما الطبقة السياسية فلربما لم تلحط ترشحه حتى بسبب انهماكها بالتوافق على مراشح غارق في هذه الطبقة نوال بري قناة الجديد الرئيس نبيه بري يشدد على تفعيل العمل التشريعي قبل انقضاء ولاية رئيس الجمهورية ويدعو الحكومة إلى معالجة الملفات الحيوية والحساسة وفي مقدمها الوضع الأمني دعا رئيس المجلس النيابين به بري إلى جلسة تشريعية عامة تعقد على مدى ثلاثة أيام الأسبوع المقبل لدرس جدول أعمال حافل وإقراره ونقل نواب لقاء الأربعاء النيابي عنه أنه في حال انتهت اللجان المشتركة من درس سلسلة الرتب والرواتب الجمعة فإنها ستكون على جدول أعمال الجلسة العامة وقوم رئيس المجلس مع النواب جلسة الثقة مشيرا إلى أنه حرص على المحافظة على هدوء الجلسة قدر الإمكان لمصلحة الجميع آملا أن تعالج الحكومة الملفات الحيوية والحساسة وفي مقدمها الوضع الأمني وفي شأن الاستحقاق الرئاسي نقل النواب أن الرئيس بري حريص على العمل من أجل عقد جلسة انتخاب ناجحة وأشار إلى أن اللجنة النيابية التي شكلها بدأت بأخذ المواعيد لإجراء جولتها على عدد من المرجعيات والكتل النيابية وأشار النواب إلى أن الرئيس بري ركز في اللقاء على تنشيط العمل التشريعي وإلى أنه سيكون هناك أكثر من جلسة تشريعية قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية في حركة مداولات نشطة من المفترض أن تجري بين كل الكتل وكل المعنيين بهدف معرفة كيفية التعاطي مع هذا الاستحقاق على المستوى الانتخابي واضح على المستوى القانوني واضح لكن الأمر بحسب ما أعلن الرئيس بري يحتاج إلى متابعة ومشاورات وعلى ما يبدو أنه اللجنة التي كلفها ستبشر بهذا العمل الرئيس بري يتحرك يتحرك من خلال مسؤولياته الوطنية والتشريعية في لبنان من أجل ملأ هذا الموقع الرئاسي في لبنان وعم بيدب الصوت على كل المكونات السياسية في البلد من أجل ملأ هذا الموقع هلأ عنا هالفترة الزمانية إن شاء الله اللبنانيين بيقدروا يتوصلوا إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية الوفد البرلماني الذي شارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جناف وضع بدوره الرئيس في نتائج المؤتمر لا سيما بما يتعلق بأزمة النازحين السوريين ودعم الجيش لمحاربة الإرهاب طبعا فيه حيكون زيارة للجنة حق الإنسان إلى لبنان في وقت قريب لا تقوم السوريين وطبعا يعني هو منبر مهم جدا أن تعرض فيه قضية لبنان ومن زوار عين التين التوفيق سلطان الذي عرض مع رئيس بري الأوضاع في ترابلوس عقد وزير الصحة وائل أبو فعور اجتماعا موسعا مع الطبيبات والأطباء المراقبين من قبل وزارة الصحة في المستشفيات اللبنانية ووصف فاتورة الاستشفاء في لبنان بأنها مضخمة وتحتوي على الكثير الكثير من الحشوي والهدر وقال لا يمكن أن نقبل في وزارة الصحة أن يرد أي مريض من على باب مستشفى تحت أي ذريعة خصوصا إذا كان يحتاج إلى الرعاية العاجلة ولا يمكن أن نقبل بأن تهان كرامة أي مريض أو مريضة على باب مستشفى لا يمكن أن نقبل بوزارة الصحة أن يرد أي مريض عن باب أي مستشفى تحت أي ذريعة خاصة إذا كان وضعه ماس وطارق ويحتاج إلى الرعاية العجلة ولا يمكن أن نقبل بأن يهان تهان كرامة أي مريض أو مريضة على باب مستشفى فاتورة الاستشفاء مضخمة بالبلد وفاتورة الاستشفاء فيها الكثير 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 من الحشو والهدر لو هذه الأموال تنفق على صحة فعلية لمواطن لبناني ما عندنا مشكل على الإطلاق ولكن أن تذهب إلى حسابات مصرفية لأنها مشكل كبير أهلا من جديد الجيش العربي السوري سيطر على تلة الخمسة والأربعين الاستراتيجية في ريف اللاذقية ووزير خارجية تركيا يعلن استعداد بلاده للرد على تهديد أمنها الآتي من سوريا نجحت عمليات القصف العنيف الذي نفذها الجيش السوري طوال أربعة أيام على تلة المرصد خمسة وأربعين في ريف اللاذقية في إجبار المسلحين على التراجع مخلفين وراءهم خسارة كبيرة فيما نجح الجيش في السيطرة على جميع المراكز المحيطة بالمرصد ما أسقطها استراتيجيا وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة مسلحين بينهم خمسة من جنسيات عربية وأجنبية قتلوا في الاشتباكات الدائرة في محيط المرصد المذكور استراتيجي في ريف اللاذقية وأوضح المرصد أن أكثر من خمسة وسبعين شريحا من الجماعات المسلحة وجبهة النصرة نقلوا إلى تركيا للمعالجة وكان المسلحون قد نجحوا في الوصول إلى قمة المرصد بعدما نفذوا تفجيرا انتحاريا أدى إلى فتح ثغرة إليها من دون تمكينهم من إحكام السيطرة عليها نتيجة القصف في غدون ذلك يشهد الشريط الحضودي مع تركيا معارك عنيفة حيث تتركز هذه المعارك في محيط مدينة كسب وذلك بعد تقدم الجيش السوري على تلة النسر وسيطراتي عليها ما كشف المسلحين في المدينة وتمكن الجيش السوري كذلك من قتل عدد كبير منهم بينهم القيادي في جبهة النصرة المدعو أبو علي اليبرودي وفي تركيا دهمت القوات الخاصة التركية مباني في اسطنبول يستخدمها أفراد يشتبه في انتمائهم إلى داعش ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة واثنين من المشتبه فيهم أما سياسيا فأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو استعداد بلاده اللجوء إلى كل التدابير الضرورية بما في ذلك العمليات العسكرية للرد على تهديد أمنها الآتي من سوريا لا أنصح أي حركة سورية ولا النظام في دمشق بأن يجرب قوة تركيا فتركيا مستعدة لاتخاذ أي تدبير قانوني بموجب القانون الدولي إذا ما تعرض أمنها للتهديد أما في فرنسا فأكدت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية أنها تمكنت من إحباط مخطة اعتداء وشيك على ساحل الكودازيور كان يدبره جهادي عائد من سوريا حسب ما أعلن مصدر قريب من الملف لفرانس بريس في سياق المنفصل ذكرت صحيفة النيويورك تايمس الأمريكية أن تقارير استخباراتية تحذر من أن تنظيم القاعدة يطور خطة طويلة الأمد تهدف إلى زرع خلايا في سوريا لتدريب العناصر الغربية الوافدة على تنفيذ مخططات ضد أهداف في الدول الغربية وأوضحت الصحيفة أن عشرات المقاتلين المتشددين الموحنكين توجهوا من باكستان إلى سوريا في الأشهر الماضية جوع أطفال سوريا دفعهم إلى البحث عن فتاة الخبز بين الحجارة يفتشان بين كسر الحجارة عن فتاة الخبز يفتشان عن لقمة عيش حرمتهما إياها الحرب في سوريا أطفال جسدت الحرب ألامهم وأوجاعهم فلم يجدوا لسد رمقهم إلا البحث عن فتاة الخبز في شوارع الحجر الأسود بضواحي دمشق الطفلان الذين ظهروا في الفيديو اعتبروا قلال بحثهما عن فتاة خبزهما أن العثور على هذا الفتاة الذي ظهر جليا في المشهد وكأنه تراب دليل على بطر أهل هذا الحي الذين لم يعرفوا قيمة نعمة ألقوها وسط الحجارة كيف عايشين أنتو؟ عايشين بس شربة الماء على شربة البهارات على شربة البهارات على البهارات الأندومي والماجي كيف حصلكم على هذا الوضع؟ إنها فترة سيقولنا سيحي كيف عمرك أنت؟ عمري عشرة سنين كيف تتمنى؟ أتمنى أن يرجع على وضع مثل مكان تناكم كل شيء ونشبع وأكدت طفلان أن أمهما خرجت لتبحث لهما عن طعام لم يعرف عنها شيء في الوقت الذي لم يكن لوالدهما أي أوراق رسمية تثبت هويته لكي يستطيع الخروج بهم أو الاستحصال على حصة من الإغاثات الغذائية وبغياب الأم والأب وبغياب الأمن والأمان لم تغب التفولة وحسب بل القيم الإنسانية أيضا والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الخميس 27 أدار 2014 ونبدأ مع النهار رئاسيات 2014 سليمان فرنجي الحلف المكلف الجلسة الانتخابية الأولى أول غيث المواجهة خطة لطرابلس والبقاع اليوم بغطاء سياسي قمة الكويت بلا مصالحة خليجية وتعهدت إنهاء الانقسام نددت بمجازر النظام السوري ودعت إلى حل سياسي المعارضة السورية تراهن على تركيا للمضي في توسيع معركة الساحل ننتقل إلى السفير وفي عنوينها هل يستطيع الجيش توقيف قادة المحاور في طرابلس الحكومة تفخخ انطلاقتها أمن ومعلومات وتعينات السفير السنة 41 دعم لبنان جيشا ومقاومة ونفطا خلافات الخليج ترسخ هزال القمة العربية مصر السيسي رسميا على طريق الرئاسة أما في عنوين الأخبار انتقام حزب الله في القلمون الرئيس يترشح عنوين الأنوار وفيها السيسي يترشح لرئاسة مصر لدينا مهمة شديدة صعوبة قمة الكويت نطالب نظام السوري بوقف العمليات العسكرية فورا ثلاثة قتلى في طرابلس المعارضة نحقق تقدما في منطقة اللاذقية أما في عنوين الديار ثلاثة قتلى بتجدد الاشتباكات في طرابلس بالتزامن مع انعقاد الدفاع الأعلى سقر أنجز مطلعته في تفجير المسجدين واحد وعشرون متهما بينهم عيد ومنقارة التجديد لشركتي الخلوي ودات الاتصالات ونواب الحاكم أمام مجلس الوزراء اليوم السيسي أعلن ترشحه للرئاسة وحدد المهمة استعادة مصر بالانتقال إلى عنوين المستقبل انتكاسة طرابلس توقع ثلاثة قتلى وتوصيات المجلس الأعلى للدفاع تشمل كل مناطق التوتر خطة أمنية جدية أمام مجلس الوزراء القمة العربية مقعد سوريا للمعارضة وإشارات تغير في موقف روسيا في عنوين البناء الأحد اليوم صفر في زمن قمة العجز العربي السيسي مرشح لمصر قوية تركيا تشعل الحرب على سوريا لإقفال البوسفور على روسيا مذاكرات التوقيف واستقال الدرباس تمهت خطة طرابلس للحكومة مزمار الراعي يفتتح ماراتون بعبدة ترشيح جعجع يحرج 14 وعدم انسحاب بسيل يقلق 8 ننتقل إلى اللواء جلسة ماراتونية أمنية قضائية مالية لمجلس الوزراء اليوم إحالة جرائم التفجيرات للمجلس العدلي و100 مليون دولار لطرابلس وملاحقة المسلحين 8 أذار غير متحمسة لعون ولجنة بر فيب كيركي والمستقبل مع إقرار السلسلة الأمير سلمان ينتقد خذل المعارضة ويطالب بتغيير الموازين إعلان الكويت لحل سياسي في سوريا ورفض يهودية إسرائيل أمير الكويت يدعو لوقفة صادقة تضع حدا للخلافات العربية ننتقل إلى البلد الحكومة أمام تحدي الخطة الأمنية من طرابلس إلى البقاع السيسي يترشح المستقبل يدرس ملف جعجع لا وعد ولا حرج القمة العربية لحل سياسي في سوريا في عنوين الجمهورية خطة أمنية حازمة لطرابلس أما في عنوين الحياة قمة الكويت سقف منخفض للإنجازات ومقعد استثنائي للمعارضة السورية استقال في اجتماع لقيادات الجيش برئاسة منصور ودعى ضمنا إلى المصالحة وصبحي لخلافته في وزارة الدفاع بعد ترقيته مصر السيسي يبدأ رحلة القصر بوعد الاستقرار أخيرا مع صحيفة الشرق الأوسط وفي عنوينها تعهد ببناء دولة حديثة ديمقراطية وقرار بترقية رئيس الأركان السيسي يترشح رسميا لرئاسة مصر ستينجل قال للشرق الأوسط إن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي وكيل الخارجية الأمريكية على العالم أن يفهم أننا دولة استثنائية دعوة لمقاومة الإرهاب والطائفية ووقف الترويج للأفكار المتطرفة ختام قمة الكويت بخريطة طريق لإنهاء الخلافات كان في النشر السيسي يعلن ترشحه للرئاسة النهاردة آخر يوم ليه بسهر عسكري المجلس الأعلى للدفاع يقر خطة أمنية واتخذ اتجاهها الغرارات اللازمة وفق صلاحياته طرابلس مقتل طفل في التبينة وموظف من جبل محسن إعلان الكويت نوجه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو تموز عام 2006 شبان الثورة حلموا بالتغيير فأصابتهم الخيبة تعتقد أن انتهت الثورة مع بداية العمل المصنع أستاذ الضرب الأهالي والمقاصد يتوسطون له ووزير التربية يتوعده كل واحد يغلط الأستاذ موسى وغيره ما فيه المدير بده ياخذ عقوبة القصوى ختم نشراتنا شكراً للمتابعة وإلى اللقاء عند العاشرة والنصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر